اهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من المحاضرة الاولى من مقرر تقنيات التصوير الطبي انا الدكتور ياسر مصطفى قدح استاذ الهندسة الحيوية الطبية بجامعة القاهرة محتوى المحاضرة الاولى زي ما احنا شفنا المحاضرة اللي فاتت كلمنا عن ما هو تصوير الطبي وكلمنا عن نبذة عن تاريخ التصوير الطبي النهاردة هنتيني نتكلم على الاتجاهات العامة لتقنيات التصوير الطبي في الحقيقة في عندنا عدد من الاتجاهات العامة لتقنيات التصوير الطبي اولها التصوير التشريحي فيه تصوير الاوعية الدموية تصوير الوظيفي تصوير التركيب الكيميائي تصوير الارتباط العضوي والوظيفي وتصوير المساعد للجراحة هناخد كل واحدة من النقاط المختلفة او الاتجاهات العامة دي ونركز عليها في محاضرة من المحاضرات النهاردة هنبتيني نتكلم عن التصوير التشريحي اول الاتجاهات العامة بتاع التصوير الطبي هو التصوير التشريحي التصوير التشريحي هو هدف الحصول على صور تماثل الصفة التشريحية لاغراض التشريح بمعنى ان احنا بنحصل على صورة زي ما احنا شايفين هنا كده بيبقى فيها الاجزاء المختلفة من جسم الانسان زي العظام هنا مثلا واضحة بشكل يعني ممكن تمييزها ويمكن الطبيب ان هو يقدر يشخص اي حاجة غير عادية فيها يعني هنا مثلا من الواضح جدا لنا كلنا ان فيه هنا كسر في المنطقة دي في كل الاحوال احنا بنحصل على الصورة دي وبعد كده الطبيب بيقوم بفحص الصورة نفسها ومنها يقدر ان هو يشخص اذا كان فيه اي مكان فيه حاجة غير طبيعية بالمقارنة بصور التشريح اللي موجودة فيه كتب التشريح الطبي طبعا الاستعمال الاساسي بتاع التصوير او الاستعمال المعتاد بتاع التصوير اموما هو في التصوير التشريحي في الحقيقة وده غالبية الناس الحقيقة لما بتفكر في التصوير الطبي بتفكر في التصوير التشريحي مباشرة لانه هو اقرب حاجة لنا يعني من كلمة التصوير التصوير احنا بنحاكي الحاجة اللي موجودة في الواقع على الفيلم او على مثلا على الصورة اللي بتطلع من اجهزة التصوير الرقمية او كل الحاجات دي فطبعا بالنسبة لنا الصورة هي محاكاة الواقع ما نقدرش مثلا نفكر ان احنا بنصور صورة لشخص مثلا بيشتغل في حاجة معينة تبين لنا جودة الشغل بتاعه لأحنا بنشوف الشخص كشكل وبعد كده ممكن جودة الشغل بتاعه بيجب فيه طرق اخرى عشان نقدر نميز بيها الجودة دي غير التصوير وبس احنا الحقيقة هنلاقي ان فيه حاجة مختلفة عندنا في التصوير الوظيفي لما يبتين نتكلم عليه تسمح لنا فقلا في التصوير الطبي ان احنا نشوف جودة الوظيفة اللي بيقوم بيها الشخص نفسه او العضو نفسه اللي جوه الشخص او الانسجة اللي موجودة جوه الجسم فالتصوير التشريحي بيبعا عندي صورة والصورة دي الطبيب بيبص عليها ويقارنها بالتشريح الطبيعي بتاع جسم الانسان ومنها يقدر يوصل لتشخيص معين او يتابع العلاج اللي بيتم على المريض من الصورة اللي موجودة قدامه ممكن ندي هنا بقى امثلة لأوناعة مختلفة من التصوير التشريحي هنا مثلا دي صورة للفك تم اخذها بالشعر السينية من مريض وممكن بمقارنتها بصورة التشريح بتاع الفك اللي موجودة عندنا في كتب الطب الاسنان هنلاق ان فيه يعني نقدر نقارن كل واحدة من الاسنان دي بمثيلتها اللي موجودة عندنا هنا في الصورة فبمجرد الطبيب يعني يحصل على صورة زي كده يقدر على طول يميز اذا كان فيه واحد من الاسنان دي فيه اي حاجة غير طبيعية هيقدر يسميه اولا يعقدر يعرف مكانه ويقدر يعرف اسمه ويقدر يعرف برضو صفته عاملة ازاي عشان يقدر يقارنه بالصورة اللي هي تم الحصول عليها بالاشعة السينية ومنها هيقدر يطلع تشخيص في المنتهى البساطة ودي واحدة من طوله الاساسية الحقيقة في تشخيص اللي بيستعمل في طب الفم والاسنان دي صورة للعين يعني زي ما احنا شايفين كده لو احنا قررنا بصورة العين دي كده بصورة تشريحية بتاعت العين هنلاقي هنا نفس المكونات اللي موجودة اللي هي كرة العين نفسها موجودة والعصب البصري موجود وكل العضلات اللي حوالين العين موجودة كل الحاجات موجودة زي ما هي بالزبط في الصفة التشريحية برضا لو حصل اي تغيرات هنا موجودة داخل الكرة العين مثلا هنقدر العطول نميزها نتيجة ان هنا عندنا هنا في الصفة التشريحية المفروض ما بقاش فيه حاجة داخل العين فلو فيه اي جسم غريب هنا جوه العين نقدر نشخصه العطول بمنطقة البساطة دي صورة اخرى مبينة البطن مريض وده الحقيقة مبين هنا الكليا بتاعت المريض وهنا الجزء الخارجي دوت هو عبارة عن الكبد بتاعت المريض دوت فبرضو لو قارناها بالصورة التشريحية اللي موجودة في كتب التشريح بتاعت البطن مريض هنلاقي برضو ان احنا في منتهى البساطة ان احنا نقدر لو فيه اي تغيرات في الصفة التشريحية في الصورة دي نقدر مباشرة نشخصها ونقدر على طول نتعرف اذا كان فيه اي ورن مثلا او مكان غريب مسلا او اي تغيرات مرضية موجودة في الكليا او الكبد نقدر نحنا نميزها ونقدر نحنا نشخصها دي صورة أخرى مبين لنا مثلا الجزء بتاع اليد فالجزء بتاع اليد واضح جدا برضو ان احنا نقدر لو احنا قارناه برضو بالصفة التشريحية ممكن يبلنا بمنطقة الوضوح لو فيه أي كسر أو فيه أي شرخ في أي واحد من الأعظام اللي موجودة هنا في اليد دي ممكن بمنطقة البساطة نقدر برضو ان احنا نشخصه ونقدر ان احنا يعني نميزه عن الأجزاء السليمة اللي موجودة في الكاف هنا برضو ده صورة متاخدة بالرانين المعناطيسي لفقرات العمود الفقري وطبعا هنا ممكن احنا برضو لو بصينا على الصفة التشريحية التي موجودة عندنا في كتب التشريح هنقدر نميز برضو الأجزاء اللي فيها عظام اللي هي فيها الفقرات نفسها ونقدر نميز على الأجزاء اللي في النص اللي هي عبارة عن الغضاريف اللي موجودة بين العظام وبعضيها ولو حصل مثلا لو كان في مريض عنده مشكلة في الغضاريف او اي تغيرات مرضية موجودة في الأماكن دي بمنطقة البساطة برضو بمنقارنة الصورة دي بالصفة التشريحية نقدر نوصل برضو لتشخيص المرض اللي موجود في الحقيقة طبعا التصوير التشريحي واحد من الحاجات الأساسية اللي بيعملها الحقيقة هو يكشف عن الأورام وطبعا الأورام دي يعني الفكرة في الكشف عنها الحقيقة هو الكشف عن وجود اختلافات مرضية في صورة أشياء وتشخيصها اختلافات مرضية معناها أننا لما بقارن الصورة اللي أنا حصلت عليها بالصورة الطبيعية بتاعة المرضى أو بتاعة التشريح بتاعة الجزء اللي أنا ببص عليه ألاقي فيه اختلاف بين الاتنين وطبعا الاختلافات دي طبعا موجود كتير قوي في كتب الأشياء الحقيقة الصور بتاع جميع أنواع الأورام اللي موجودة بحيث الطبيب بعد فترة من الممارسة ممكن هو يتعرف على طول على صورة التغير اللي موجود ده هي نتيجة لتغير حميد أو تغير خبيث أو تغير طبيعي فهنا مثلا ممكن نلاقي نحن عندنا في الصورة دي في عندنا جزء هنا لونه أسود هنا كده وفيه وراه هنا جزء من الأنسجة اللي وراه شكل الإضاءة بتاعتها أعلى شوي ده بيقول لنا أن الجزء اللي هنا دوت ده جزء مليا من مية فلما يكون جزء مليا من مية ممكن يبقى أبسط بكتير قوي غير لما يكون وراه هنا حاجة زي ظل كده ممكن يبقى معناها أن فيه هنا حاجة شكلها خبيث يعني كن يكون حاجة يعني كورة ومنتظمة ومائية بالشكل ده كده يبقى معناها أن الجزء دوت ما هواش ورم أو ما هواش تغير خبيث يعني تغير حميد هنا مثلا في أشعة أكس لو احنا مثلا بنبص على الأشعة أكس بتاع الثادي اللي هي بيستعملوها فيه التشخيص بتاع الأورام أو ممكن يعني في أحوال كتير الحقيقة بيعملوا بيها حاجة زي كشف عن إذا كان فيه بدايات الأورام وده اللي احنا بنعمله دايما مع السيدات اللي فوق الأربعين سنة علشان نتطمن أن ما فيش أي مشكلة يعني أو بدايات مشكلة حتى موجودة بنسبة لهم فبنلاقي هنا فيه تغير واضح الحقيقة بالنسبة للجزء دوت ولما يكون فيه تغير شكله كده والتغير دوت شكله ما هواش منتظم ده بيدل على أطول أن فيه مشكلة ممكن تبقى في الغالب خبيثة نفس الكلام بالنسبة لو أنا بصور برضو الأشعة الصدرية وبلاقي في الرئة رئة مفروض أن هي نتيجة أن هي كلها هوا مفروض أن الصورة بتاعتها تطلع كلها لونها اسود فلما بلاقي أن فيه ألوان مختلفة لونها أبيض كده جوه يبقى مع أنه كده بيبقى فيه جوه مشاكل أو فيه جوه أورام موجودة داخل الرئة والأورام دي هي اللي بتخلي الشكل بتاع التغيرات اللي موجودة جوه الرئة نفسها يبقى مختلف عن الشكل الطبيعي لو مفروض يكون حاجة زي كده فبالتالي نقدر نستنتج أن المريض ده عنده مشكلة في الرئة وغالبا ممكن في الصورة دي بالذات ممكن يبقى عنده سرطان رئة فطبعا يعني الكشف عن الأورام واحدة من أهم التطبيقات اللي مستعمل فيها التصوير التشريحي في الطب الحقيقة ابتدى برضو التصوير التشريحي يدخل لمرحلة جديدة بأن احنا نقدر نعمل مسح كامل للجسم يعني نقدر نحصل على صور الجسم يعني ناخد الجسم كله بتاع البني آدم أو الإنسان نفسه كله على بعضه كده يتصور مجموعة صور ثلاثية الأبعاد تسمح لنا أن الطبيب بعد كده كل طبيب متخصص في جزء من أجزاء الجسم يبتد يبص على الصور اللي تابعه بحيث أن دلوقتي لما باجي أعمل يعني حاجة زي كشف شامل كده مش بس بجرب الحاجات اللي أنا شاكك فيها لا ده أنا بصور كل حاجة وبسمح لأطباء بعد كده أن هم يبتدوا يبص على كل واحد يبص على الجزء بتاعه وفي الآخر يطلع لي طبعا تقريري يبقى طبعا مفصل أكتر بكتير جدا من التقارير اللي كانت بتطلع بمجرد الكشف الظاهري على المريض أو مجرد الكشف عن أجزاء معينة للمريض فطبعا ده صورة يعني أبارة عن واحدة من الصور اللي احنا ممكن نحصل عليها لو احنا طبعا خدنا الحجم اللي هو بتاع الصورة نفسها وخدنا منه يعني طريقة تانية نبص عليها لو احنا بصينا على الصورة دي بدل ما كنا بصينا عليها من الأمام كده بصينا عليها من الجنب ممكن ناخد برضو نفس الصورة كده من الجنب ونقدر برضو نبص على كل التفاصيل بتاعتها ونقدر في الحقيقة نقدر ناخد أي مكان في الجسم كله ونقدر نبص عليه الحقيقة بيستعمل برضو المسح الكامل ده في بعض التطبيقات اللي فيها ممكن مثلا يبقى فيه احتمال ان يكون فيه ورم والورم ده انتشر في أماكن مختلفة من الجسم فالحقيقة دي صورة برضو متاخدة بمسح زاري للجسم والحقيقة بيبان فيها نقطة السودة دي الحقيقة هي المناطق اللي كان فيه عند الشخص ده ورم وانتشر منه الورم ده في أجزاء مختلفة من العظام بتاعته فطبعا ممكن من صورة زي كده نقدر نعرف الورم انتشر فين بالزبط في كامل أجزاء الجسم طبعا دي بتتيح بعد كده ان يبقى فيه علاج موجه للأجزاء اللي فيها الأورام دي وممكن حقيقة يعني في أحوال كتيرة ممكن يتم شفاء المريض ده لان تم تعرف على الأماكن اللي فيها انتشار للمرض لو ما كانش عندنا طريقة تسمح لنا ان احنا نعرف انتشار المرض ده تم فين هيبقى في منطقة الصعوبة بالنسبة لنا ان احنا نحاول نعالج الأثار دي واحدة برضو من التطبيقات المشهورة جدا بالنسبة للتصوير التشريحي هو ان احنا نعمل قياسات من الصورة وعلى أساسها نعمل حسابات ممكن انها تفيد التشخيص وتفيد المتابعة مثلا في حالة الحمل فهنا مثلا التطبيق ده هو عبارة عن حساب عمر الجنين حساب عمر الجنين حقيقة ممكن نعمله من قياسات قمة الرأس للردف للجنين ومقارنتها بجدوى وجدوى الخاصة يعني ممكن هنا مثلا صورة الجنين كانت صغيرة كده المسافة من قمة الرأس للردف الجنين بناخدها او لو كان كبير شوية مثلا زي في الصورة دي برضو ناخد من اول قمة الرأس لغاية الردف وبي في عندنا مجموعة من الجداول كده نقدر نحنا نحط فيها القيمة اللي احنا قريناها من هنا بالمليمتر يعني قيمتها بكام ونقدر منها نحصل على تقدير لعمر الجنين فمن الجداول دي الحقيقة بيبقى فيه يعني عادة ده بيبقى المعتاد بيبقى هنا فيه طبعا يعني حاجة زي تشتت احصائي كده بيبقى فيه طبعا يعني مدى للقيم اللي احنا ممكن نجيبها يعني مثلا لو انا قلت ان عدد او القيمة بتاعة الاياس لانا قسمتها مثلا كاترقم معين الرقم ده ممكن يديني يعني رينج يديني حاجة زي مدى معين كده ممكن يبقى القيمة الصحيحة ما موجودة فيه فمن هنا اقدر اجيب بالضبط القيمة نفسها كام واقول مثلا ان عمر الجنين دوت يعني كذا اسبوع ومن كذا اسبوع لكذا اسبوع يعني مثلا اقول مثلا اشرين اسبوع زائد او ناقص اسبوع مثلا اوكي فده طبعا من ذلك بيبقى تقدير مهم جدا علشان نقدر نحسب بيه الوقت المتوقع للولادة وبالتالي يتم الاستعداد على التاريخ اللي هو تم تقديره دوت ويبقى الام نفسها متاهبة بالنسبة للتاريخ دوت وفي الوقت نفسه يتم متابعة نمو الجنين في الاسابيع المختلفة ونقدر من المتابعة دي نعرف ان الجنين ده بينمو نموه سليم ولا فيه عنده تأخر اي سبوع من الاسبوع فده طبعا واحد من الفوائد الكبيرة جدا لتصوير التشريحي ان احنا بنقدر نعمل قياسات في الصورة زي ما احنا شايفين هنا كده او هنا كده ومنها هنقدر نحصل على معلومات تشخيصية في غاية الاهمية زي تقدير عمر الجنين في الحقيقة التصوير التشريحي التالت الوقت يبقى يعني فيه استعمال كبير قوي للتصوير سلواتي الابعاد التصوير سلواتي الابعاد معناها ان انا مش باخد صورة واحدة لانا باخد مجموعة من الصور ومجموعة الصور دي ابارة عن يعني اكني باخد الحجم كله بتاع المكان ان انا بصوره ويبقى متاح بالنسبالي بعد كده اضربنيه كشكل ثلاثي الابعاد او اضرب بص على اي جزء فيه انا حبيت بعد ما يكون خلاص التصوير خاص فهنا مثلا في الصورة انا شايفينها هنا دي مجموعة شرائح مختلفة اتخذت للمخ ممكن ااخد نفس الشرائح دي اعمل لها بناء كحاجة يعني كنموذج ثلاثي الابعاد وممكن من نموذج ثلاثي الابعاد كمان ممكن انا استنتج منه بعض الحاجات اللي انا عايزها ممكن مثلا اخلي اخلي لون مثلا الاماكن العظمية مثلا اخليها بلون مختلف عن الانسجة الطرية الانسجة اللي هي الصوفت تيشيوز اللي موجودة فبالتالي بقدر اصل على شغر تشخيصية بالشكل ده كده تسمح ان انا اقدر اعرف مثلا اذا كان فيه مثلا ورم داخل المخ مثلا اقدر اعرفه مكانه فين بالزبط في التلات ابعاد وفي نفس الوقت مثلا لو كان فيه تدخل جراحي بعد كده زي ما هنشوف في الجزء بتاع استعمال التصوير الطبي في الجراحة بنلاقي فعلا ان ممكن يبقى فيه اهمية كبيرة ان الدكتور نفسه او الطبيب يبقى عنده موضل زي كده وعنده نموذج زي كده قبل الجراحة علشان يقدر ان هو يدرسه بطريقة يعني دقيقة قبل دخول الجراحة علشان يبقى متخيل اماكن كل الاجزاء اللي هو يعني بيستهدفها في الجراحة دي فين بالزبط اشكركم انه تبعتكم وهنلتقي ان شاء الله في الجزء الثالث من المحاضرة الاولى باذن الله ترجمة نانسي قنقر